مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة منخفض جوي جديد بإذن الله طقس بارد وغائم وماطر على فترات إن شاء الله وأيضا رياح نشطة وضباب أحيانا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستكون يوم السبت وكذلك يوم الأحد تحت تأثير كتلة هوائية باردة ذات درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى طبعا مصاحبة لمدخفة جوي بتمركز في شرق البحر المتوسط وأيضا الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن مساء السبت هناك هطولات في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى وبعض أيضا المناطق الغربية والجنوبية ولاحقا في ليلة السبت على الأحد أو السبت ليلة تكون بعض الهطولات في المناطق الجنوبية لكن في ساعات متأخرة من ليلة السبت على الأحد تخف الهطولات في معظم مناطق المملكة لكن يتجدد الهطول إن شاء الله يوم الأحد خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وأيضا ممكن يصل إلى بعض المناطق الجنوبية من المملكة لكن التركيز وشدة الأمطار وغزارتها ستكون في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى وهذا باستمر الوضع أيضا حتى يوم الاثنين يوم الاثنين ستكون الأمطار غزيرة تؤدي إلى ارتفاع من سوب المياه وجرايين السيول خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى أيضا من المملكة ويوم الاثنين مساء تخف الهطولات قليلا أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة درجات حرارة متدنية أجواء غائمة وماطر على فترات بإذن الله الصغر المتوقعة خمسة أيضا رطوب النسبية مرتفعة حوالي فوق الواحد تسعين في المية هناك ضباب في مناطق المرتفعات الجبلية والبادي والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح أما الأحوال الجوية المتوقعة يوم السبت أجواء باردة وغائمة وماطرة مع نشاط الرياح ماطرة على فترات العظمى المتوقع سبع درجات والصغرى خمسة أيضا أثناء الليل أجواء غائمة وماطرة وأحب أشير هنا إلى أنه معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 13-14 لكن المتوقع يوم السبت هي 7 ومتوسط الصغرى هو 3-4 الصغرى المتوقع خمسة لكن أيام الأحد والاثنين أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة إن شاء الله على فترات والعظمى المتوقع سبع يوم الأحد والصغرى ستة كذلك يوم الأثنين العظمى المتوقع سبع والصغرى خمس درجات مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة في المحافظات المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية إربد أجواء معظم المناطق الشمالية أجواء باردة وغائمة وماطرة إن شاء الله إربد 9 إلى 5 درجات عجلون 10 إلى 5 جرش 11 إلى 8 والمفرق 10 إلى 6 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 9 إلى 6 مأد 8 إلى 6 عمان 7 إلى 6 والبحر الميت 17 إلى 14 درجة مئوية والزرقاء 11 إلى 8 أيضا أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم المناطق الوسطى من المملكة المنطقة الجنوبية أجواء باردة غائمة جزئيا إلى غائمة يتخلل هذه سقوط الأمطار في بعض المناطق خاصة في منطقة الطفيلي الكرك 9-6 الطفيلي 8-5 الشراح 6-2 ومعان 10 إلى 3 والعقبة العظمى المتوقعة 19 درجة والصغرى 8 درجات مئوية المنطقة الشرقية من المملكة أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا الأزرق 13-8 الصفاه 12-6 والرويش 12 إلى 6 درجات مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري سيتي مول مكانك المفضل